مرحبا يعطيكم العافية اليوم هنعمل اه شيش برك نحن اياكم اليوم هيعت انا نصف كيلو طحين اه مع ملأة ملح ملعد اكل الملح ملدون خميري او سكر لانه ما بسوا نحط نخمره انا عم بخلط الملح مع الطحين وعم بحط اللون مي كباية كبيرة ومد انتو عا تقديركم بتعرفوا كيف العجينة من المال ما سلقيت بتباين معكم عم بعجنة خلطة انا منيح ما بسوا تخمر العجينة لانه بصير تنفخ على النار لانه بعد انه تطبخ اطبخ هايك عم عجلنا العجينة صارت معنا متماسكي مع بعضا غلق حضيف انا فنجان زيت نباتي منشان الصمع العجينة بفيها مشان تطلع كفير طائبة هلا فينا نستعملها دغر العجينة نرقها ونقسم مشان نحشي نحشيها باللحم هلا لانكمل طبختنا بانبلش نقلل هاي الحشوة للنحشي العجينة انا حطيت هاما نقلل اعتين زيت زيتون بالقلل لبات الاول انا هان عندي شوية سنوبر موجود عندكم تقدروا استفيدوا منو هان انا فرمطت الكاجو مع اللوز منشان في ناس تدايق من حبة اللوبات منفرموهن منقلبوهن شوية بس منضلن حار يكفيون لانه قوي ما بيحترق هزو شلنا ايدنا عني هزو شلنا اصبع هزو شلنا احنا محطف هزو شلنا اعطى هزو شلنا احنا خلق هزو شلنا جديد هزو شلنا هلأ متل ما شفتو اشقرت معنا القليات الكاجو والسنوبر هلأ ده نحمرها احتر ماء هلأ أنا حضيف البصل هلأ متل ما شفتو دبلة القلية معنا البصلة هلأ على حضيف اللحمة غنم مفرومة ومتل ما بتحبو بقر غنم مفرومة نضم نقلبة لتدبل معنا هايك دبنة معنا اللحمة مع المصلي هلأ رح ضيف عليها الملح متل ما بتحبو بتحبو ملح عليه متسكب الأكل متتطلع ريحته الا لاتمالك بتحبو له الملح من الملح يتعفل من الملح ملعين بهار ملعين ثلاثة سماء لكي أعطوهم طعام طيب ملعين بقلل ليون لكي تنشف عنهم شوية الماء ملعين بحشي فيهم العجينة ونرجع مشهوركم كيف هلأ متل ما شفتو العجينة كتير منيحة اسم الله هلأ بدي رقق انا نقلب رقق حتى تصير اقدر رقق بالشوبك تصير كتير ريئة معي تصير كتير ريئة معي تصير كتير ريئة معي تصير ذا طيب كذلك تصير بتصير معنا هاي بها الشكل. تقلبها. على بقصة بشي اه تكون شي برقيق مشان يقص معي العجينة متل ما بدي انا. هيك بقصة صغير صغير بها الشكل. هيك بقصة بهاي ده الشكل. بتصير معي دوائر. هيك صار التطبيقات كتير جاهزة معي. تركتها لبردات. مشان بلش احشي فيها. بعملهم بهاي الشكل. بلش احشي. هيك بصير معي بهي ده الشكل. هيك. ضلني بحشي فيهم. لحتى لخلص الكمية لعملتها. هيك متل ما شفتو. هيك طبقتن انا. بس رشيت الطحين بكعب الصانية او صدر. مشان انا عم بسقطن باللبن ما يلزقوا معي. يضلوا متل ماهنة. انا حطيت لبن. تلاتي كيلو لبن. اكتبايتين ماي. اربع معالي اكل اللي بنيكم فيهم النشا. وخلطتم بالخلاط مع بعضهم. لحتى يصيروا متل الحرير. وعم بغليهم عالنار. ما بحى ما ببشرهم. لحتى ليغلي اللبن. احلى ما يفرض. هلأ متل ما شفتو. غلي اللبن. معنا وخففت النار عام. وبعد اللي يكون او النار. لقيق للحليب. نرجع ونخفف النار. منشان نسقط العجينة الششبرك. هلأ انا عم بحط. عم بقلي التوم. والكزب راهم على اعتين زيت زيتون. انا داقة التوم هون. اصبق اللي التومات. داقة الليون مع هون. يحيتون كثير طائبة. هلأ حضيت الكزب راهم. هلأ حضيت الكزب راهم. نعطي العشب راع كثير طائعة للحليب. النار للبن واللحينة كلها. تعلن التعني مميز ل取ت. نحن الفصل عليها خذات الط Hoe dont it makes us mask on. نضيفها قليلاً لأن القليل ينقل الأكل نضيفها قليلاً 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 نرجعنا نشوفكم. هيك حطيت الكمية. حطيت الكمية للعجين المحشية باللحمة. هيك تبصاروه ما شاء الله ما احباهم. هلا بنطرها لها تغلي بتستوي العجينة. بس تستوي العجينة معنا بنصير بنقدر نصبها. هيك متل ما شفتو استويت العجينة معنا. هم يغلو ما شاء الله ما احلاهم. هيا شغل المصبوط. لانه اللبن كبير منيح. ما فرط معي. العجين كبير منبطط. هلأ سكبنا الشيش برق. وازبقتكم تحبوا زينوة بالكزبرة. تتعدم بسخنة. تتعدم اذا بدكم. بالبرد. خليها نحنة. انا كنا مساقها. وانفسحها وانا. ترجمة نانسي قنقر